حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض عن أقدم وأشهر طابعة Canon Laser متعدد الاستخدام والوظائف وموجودة في وقتنا حالياً مش بس كده دي كمان أثبتت نجاحها لدرجة أن شكل Canon مش قادر توقف إنتاجها تعال مع بعض نعرفه عن أنجح طابعة Canon Laser متعدد الاستخدام والوظائف لكن بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذاكم وأخوانا؟ من إيه؟ أخبركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أفضل حتى معيكم أحمد السلام من قناة Canon بالعربي وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض عن مواصفات أنجح طابعة Canon Laser متعدد الاستخدام والوظائف وهي من إنتاج شركة Canon اليابانية وهي الطابعة Canon MF3010 أو MF3010 وقبل ما نبدأ مع بعض بفكرة مواصفات الطابعة تعالوا نعرف مع بعض إيه سبب نجاح الطابعة Canon MF3010 الطابعة لل Canon MF3010 أصدرت أو أنتجت سنة 2011 تقريباً لأ وكمان بتنتج لحد وقتنا هذا بسبب قوة المكانيكا الموجودة بداخل الطابعة لأ وكمان دي أعطلها قليلة جداً أو منعدمة لأ وكمان الطابعة بسيطة وسهلة الاستخدام لأ وكمان تصميم الطابعة من خالق وصغيرة في الحجم وكمان بتتميز باللون الأسود ودلوقتي يجيه معدنا مع فكر في مواصفات الطابعة Canon MF3010 مبدأياً كده الطابعة MF3010 يوجد منها إصدارين أول إصدار معنا هو هي عائلة الأي صانيز والتاني إصدار معنا هو هي عائلة اليميجي كلاس ولازم تبقى عارف أن الإصدارين فيهم نفس الوظائف والإمكانيات ده كمان نفس الحجم ونفس الشكل وعشان تعرف إيه الفرق بين الأي صانيز والإيميجي كلاس أنا سيجيب لك رابط تحت في الوصف الرابط ده هيعرفك إيه الفرق ما بين العائلتين والطابعة Canon MF3010 طابعة متعددة الاستخدام والوظائف يعني الكلام ده يعني طابعة ثلاثة في واحد يعني تهتف واحد يعني تهتد أجهزة أو ثلاثة وظائف في جهاز واحد طبعة وتصوير وسكنر في جهاز واحد والطابعة MF3010 بتطبع وتنسخ بالأبيض والأسود فقط الطابعة MF3010 طابعة إذا بتشتغل بنظام الحبر البدرة مش الحبر السائل يوجد مع الطابعة الأول مرة خرطوشة حبر تكفي إلى ما يقرب 700 ورقة ورقم خرطوشة الحبر هي 725 وال700 ورقة دول لأن خرطوشة الحبر اللي بتيجمع الطابعة الأول مرة بتبقى خرطوشة حبر Start بدأ استخدامه يعني مش خرطوشة حبر كاملة وبعد ما مقدار الحبر بيخلص من داخل خرطوش الحبر بتسري خرطوشة حبر جديدة وبتكفي معك إلى ما يقارب 1600 ورقة وخرطوش الحبر المطابقة للطابعة Canon MF3010 مطابقة لخرطوش الحبر اللي موجودة في ماركة HB وهي 85A يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندك خرطوشة حبر HB 85A تقدر تركبها في الطابعة Canon MF3010 وتستخدمها بكل سهولة سرعة الطابعة والنسخ بالطابعة MF3010 18 ورقة في ديئة جود الاتباعة تصل إلى 1200 في 600 نقطة عربوسة أو DBI وده في حالة انك هتستخدم خاصية التحسين التلقائي للصور لكن دقة النسخ أو دقة التصوير 600 في 600 DBI أو نقطة عربوسة ودقة المسح الدوقي أو دقة الاسكنر 600 في 600 نقطة عربوسة ودقة المسح الدوقي أو دقة الاسكنر في استخدام الخاصية المحسنة تصل إلى 9600 في 9600 DBI أو نقطة عربوسة تقدر تستخدم التباعة والمسح الدوقي من خلال الكابل USB الوصب بين الطابعة والكمبيوتر أو الطابعة واللابتوب ولا يوجد بالتوابع خاصية التباعة من خلال الراوتر الواي فار يوجد في التوابع شاشة LED مكونة من الرقم واحد والشاشة ستسهل لك نسخ أو تصوير المسندات لأكثر من ورقة في عملية واحدة وكما تغميق وتفتيح كسافة النسخ أو تصوير وكما إضافة ورقتين في ورقة واحدة من خلال الرابط الموجود تحت في الوصف سمك الورق اللي تستخدمه في الطابعة معك من 70 جرام إلى 160 جرام وأقصى حجم لمقاس الورق إلى حجم A4 الطابعة عليها دمعون سنة واحدة من تاريخ الشراء ودلوقتي انتهينا من فقرة موصفات الطابعة وجه معادنا مع فقرة مميزات الطابعة Canon MF 3010 وأول ميزة معنا أن حجم الطابعة صغير وحجمها متوسط وثاني ميزة معنا أن هي طابعة متعددة الاستخدام والوزائق وثالث ميزة معنا أن استخدامها سهل وبسيط ومش معقل ورابع ميزة معنا أن الطابعة MF 3010 طابعة لازر بتشتهل بنظام الحبر البودرة فلو ركنتها لفطرة بدون ما تستخدمها مش هيحصل لها أي مشكلة وخامس ميزة معنا أن خرطوش الحبر المرفقة مع الطابعة الأول مرة تكفي إلى ما يقارب 700 ورقة وبعد كده هتشتري خرطوش الحبر الجديدة هتكفي معك إلى ما يقارب 1600 ورقة وثالث ميزة معنا أن سرعة الطابعة والنسخ في الطابعة MF 3010 18 ورقة في الديئة ودلوقتي انتهينا من فقرة مميزات الطابعة MF 3010 وجه ما عدنا مع فقرة عيوب الطابعة والطابعة MF 3010 ما فيهاش غير عيب وحيد فقط وهو أن الكابل USB الواصل بين الطابعة والكمبيوتر أو الطابعة واللابتوب غير مرفق مع الطابعة وملاحستش أي عيب نهيئ في الطابعة MF 3010 طب دلوقتي مين اللي أقدر أنصحه بشراء الطابعة لازم تبقى عارف أن الطابعة MF 3010 طابعة بسيطة وسهلة في الاستخدام ومعدل الاستخدام الشهر للطابعة 8000 ورقة كحد أقصى يعني الكلام ده يعني لو مجموع استخدامك الشهر للطابعة أكثر من 8000 ورقة فأنا أنصحك بشراء طابعة أعلى منها ولازم تبقى عارف أن الطابعة MF 3010 طابعة بتطبع وبتنسخ بالأبيض والأسود فقط لا يوجد بها خاصية الطبعة من خلال الراوتر واي فاي ولا يوجد بها خاصية الطبعة والنسخ على الوجين أوتوماتيك ولا يوجد بها خاصية الطبعة والنسخ بالألوان وأنا سأسيب لكم أكثر من الرابط تحت الفيديو في الوصف الرابط دي هتقدروا تستفيدوا منها عن كل ما يخص الطابعة Canon MF 3010 من خطوات تعريف واستخدام الطابعة وده كانت نهاية حلقتنا النهاردة عن أقدم طابعة ليزر متعددة استخدام والوظائف وهي الطابعة Canon MF 3010 أتمنى أنها نالت أعجبكم أتمنى الموضوع يكون لأعجبكم بإستاني أي سلسار لكم بخصوص طبعات Canon كان معكم أحمد السيد من Canon Canon العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته